المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية قال أنه فيه شحنتين بنزين ضمن المنتجات البترولية المقرر توريدها من شركة أرامكو السعودية هيوصلوا مصر خلال يومي 25 و 26 مارس الجاري الوزير قال أن الشحنات ستبدأ في التتابع وفقا لجدول منظم أو منتظم بداية من بداية شهر أبريل المقبل معايا على التليفون طيب نحاول نشوف حد من وزارة البترول لكي نأخذ تعليق على هذا الخبر المهم ونحن يعرفين أو البعض مننا عارف أن قيمة الشحنات يتراوح حاليا ما بين 320 و 340 مليون دولار شهريا بما يمثل نحو 40% من قيمة استيراد المواد البترولية من الخام اللي بتصل في تورتو الشهرية إلى نحو 800 مليون دولار